إذا قلنا نعيد هذه الواجهة الرئيسية إذا حتى نبدأ مشروع جديد ناخذ الـ New ونختار من هذي بعضكم اللي ضايف اللي اللي سوى انستال للعشرين راح يشوف انه عنده مثلا اثنين انضافة الـ Imperial و Matrix هاي الدفلت ماله لما تنصب اثنين هاته تنظاف فلو فرضنا مثلا حسا إذا فتحت قاني لو ومنصب الـ Imperial راح تطلع عندي بالإنش والفيت فحتى أخلص من هذا الموضوع أسوي Browse شوفها هنا عنداني US Metric فما عندي مشكلة معناها مختارة صحيح اللي مثلا المنصب اثنين راح يكون هنا عند المفروض US Imperial و US Metric فمجرد ما يروح المترك وياخذ من هنا الـ Default ياخذ من هنا هذي الـ Default Metric هذي راح يروح لوين طبعا لازم US Metric ياخذ Default Metric هذي الـ Architectural Metric اللي بالمتر يعني تمام هاي فقط اللي منصب اثنين هم حتى لاتسن عندك مشكلة فبعد ما نختارها آني اوتماتيكيين وعندي المترك فما عندي بي مشكلة فراح اقول له اوكي فتح عندي المشروع مشروع جديد بس تيمبلت وليس مشروع الحقيقي بس التيمبلت للمشروع هذي تكلمنا عنها الآن أول ما نبدأ نبدأ بالـ Levels الـ Levels وين نروح حتى نبدأ بالـ Levels نروح الـ Elevations صح متفقن على هالنقاط او قبل ما نبدأ بها شنسوي أول مرة قلنا نسوي الـ Units للتسهيل حتى لا ساعدنا مشكلة دكتور يونيت ممكن تقول بي 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 بوك يعني تبدأ على سنتيمبلت لدى المخلصة اه ممكن طبعا بالتيمبلت انت اصلا ممكن احنا نبدأ بدون التيمبلت وتبدأ من الصفر نبدأ كلها نعرفها كلها ممكن بس احنا نبدأ بالتيمبلت اسهل لانه كثير من الامور هو مرتبه فنسوي سنتيمتر ونقلها اوكي وممكن اذا ندخل الـ Project Formation او الامور الاخرى بس احنا لسه على اعتبار انه هذه اصلا احنا ماشيين بها راح ناخذ مباشرة نروح على واحد من الـ Elevations حتى نسوي به الـ Levels تمام نبدأ مثلا بالـ East وهذه ايضا نتكلمنا عنها خلا نضيف فد لفلات اثنين او ثلاثة نروح على الـ Architecture نروح على الـ Level افضل الـ Big Line او قبل الـ Big Line او حتى اخرج من الـ Order ماذا نأخذ من الـ Order ؟ بالـ Escape تمام؟ كم مرة Escape اخرج من الـ Order هذا الطابق عندي عالي شوي الـ Level سأقوم بـ 3 متر نكتب 3M وانطي انتر صار 3 متر اضيف فوق مثلا في الطابقين ندع عالي شوي الـ Level وانطي انتر صار 3 متر دعنا نعتبر الطابق مانا ثلاثة متر ونشتغل عليها كنت أرى شعاب بأربعة الليبول تواع مية أي هو مو قلنا احنا قابل شوية قلنا بأربعة جوة ثلاثمية وكتبنا ثلاثمية او ثلاثة متر تمام هاي الليبولات بعد الليبولات اذا نروح على الليبول الاول من هنا طبعا هذه نختار الليبول الاول في حالة انه نسدت عندك على اليسار فلاور بلانس احنا نشتغل الان على الفلاور بلانس طيب سرح نبدأ مثلا اول شي قلنا ممكن نبدأ بالغريدس انا هذي افضلها بالنسبة لي فرح ابدأ بالغريدس مثل يعني نفس الترتيب للغريدس بس هذي تشتغل على الفلاور بلان وليس الغريدس بل ضبط يعني ذلك يشتغل بالسايد فيو هذا يشتغل بالتوب فيو خلينا نقوم فراح ابدأ باول واحد راح يسمي مثلا قلنا الترقيم الترقيم اوتماتيك راح يصير فاني اخذ هذا الواحد على اعتبار مثلا خلي افرض افرض القطعة ماتي او افرض مثلا الغرفة الاولى ماتي خلي افرضها مثلا ايضا افضلها ايضا افضلها خلي اقول مثلا اربعة متر افضلها اربعة متر لا احنا بالفلاور بلان بالفلاور بلان بالفلاور بلان نشتغل غريدس الان نشتغل غريدس تمام ايه ايه اذا سوينا سوينا الغريد الاول نجعل الغريد الثاني قلنا قلنا على بعد اربع عمتار انا غرفة عندي اربع عمتار فرد مباشرة اربع عمتار حيسيب لي هو اثنين بعد الغرفة ثلاثة امتار مثلا الغرفة الثانية يعني خلي نقول اذا انا نازل عمودي اربعة ثلاثة اربعة ثلاثة ما يفرق انته يعني هذي فقط حتى نشوف حتى لا احط مخطط ببالي هاي ارسم هاي مثلا هذي اربعة متر الثاني الوراها تمام هذي الافقية خلي نقول الخطوط الافقية يعني النزال خلي نسميه احنا الآن اذا اريد اسوي نفس الحالة الخطوط العمودية الخطوط العمودية ارسم اول خط بادي خلي نقول لنا راح ابدي من هنا هذا غير الحرف الكتاب ماتة يعني ممكن طبعا نسويزوهم للتسهيل انطي حرف اي ورها الخط اللي بعده هو اوتوماتكين راح يرقمه الان انطق الثاني على يمينه مثلا خلي نقول ايضا اربعة متار مثلا نعفوان ما سويت البيك لاين هذه باربعة متار الثانية ايضا خلي نقول اربعة متار مثلا ايه هذه خلي نسويها مثلا خمس امتار واحسر صالة مثلا هنا خلي نمطي اربعة متار تمام صارت عندي هاي القريتز الآن خلي اشوف اشوف هذي القريتز الافقية الخطوط الافقية شوية بعيدة عن الرسم اقربها ما احتاجها كل هذا الطول سوية هنا مثلا هذي كذلك قلنا من هذه الدائرة اختار هذه الدائرة راح تحرك كلها سوية لانه مقفولة واحد على الاخ دعا سيبدأ ابهاب تذكرت السؤال اذا اصلا 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 طريقات الدخالة اغلقت بالقريتز اه اه ساعدك اصلا مرحوان اصلا لازم تعيد لازم تعيد الترقيم لأنه انتصارت مثل نذكر نفس الحالة هل تعرفين مشكلة دكتور هل ما يتعصر عندما مشكلة من اللاجئة مثلا هذي طبعا لازم امتحها ديتشاف لان ما يقبل فيه هو اكو حل بس الحل ادفانس شوي حيل الحل شوي ادفانس حيل فس ما بدين باليد افضل يعني يعني ايه ايه سوينا لازم الترقيد سوينا لازم الترقيد نفس الحالة ناقض الرد وناخذ النا 4 مقارب مثلا عين سويت 4 فردية على التعيين يعني الامر اعتباطي ما عندي مخاطط بالي فقط سوينا 4 مقارب اشتركوا في القناة عندك قلنا احنا بالليفول والدن نشتغل فراح نقول له هايت ارسم لي لي فوق اطلع لي فوق الى الليفول اثنين ارسم لي من الليفول والدن الى الليفول اثنين هذي راح تصغير فعالة عندك هذي اذا تذكرون قلت لكم بعدين اقلكم عليها السنتر لاين السنتر لاينز الآن اذا تشوفون اذا ارسموا لما اجي لما عندي القرد اذا اضغط كليك شوفوا الجدار بالضبط القرد راح يصير بنص الحايد بنص الجدار ليش لانه انا قلت لسنتر لاينز طيب اذا اختار مثلا راح اختار مثلا الفنش فيس او الاكسترير يعني الجدار الفنش الخارجي يعني الفنش الخارجي فالان اذا ابدأ سمنها تشوف الحايد راح يكون وين من بره يعني مثلا انا على سمنها احاطر قريد تو قريد للقطعة ماتي ما ممكن اقول لي سنتر لاين لانه راح اطلع عندي لـ ال 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 الحايد راح يعد على على جيراني راح عبر على جيراني فاقول يكستيرير لو فرضنا اذا انا بدايت من هي الصفحة بعدني تكستيرير بدايت من هي الصفحة راح يطلع علي بره ابو همسة راح يطلع علي بره فحتى اقل ومن جوا ادوس سايع الملي سيتذول تمام هذا فايدات هذه اذا اتحضان اخ Breيت شويه نبعدنا الارس يعني يتحول الانتيرير مثلا على سميثال إذا انت دايس الـ فهذا راح أسوي بس الحدود سريع يعني فهذا شي سريع عنفلش حتى اعتبار هذه حدود القطعماتي الخارجية لا تعبر على جيراني لا تعبر على جيراني تمام صارت عندي هذا القطعماتي اول خلي نقول الجدران الخارجية للقطعة تمام خلي نرسمها كنا خلي نشتغلها ننسوي فقط الآن الجدران الخارجية نشتغلها تمام مجدران خارجية طيب الآن عدنا أمر مهم جدا إحنا كان هذا المفروض أنت تعرفوه الآن أنا الآن إذا أختار أي جدار من هذه الجدران عدنا هذه النافذة اللي هي البروبرتيز يسموها أعتكم موجودة ظاهرة نافذة البروبرتيز هذا تمام إذا نشوف أول شيء هذا شعدنا هين عدنا هذه قلنا هذا شنو التايب أو الفاميلي تمام عرفتنا شنو الفرق بين التايب والفاميلي المفروض قلنا مثلا على سبيل المثال الآن إذا أشوف آني هذه الوولز اللي موجودة هين هذه كلها فاميلي وحدة هذه كلها فاميلي وحدة بس شنو التايب ما لا يختلف طيب إذا عبرت على الكيرتن وال مثلا هذه فاميلي ثانية وإذا عبرت على الستاكت وال هذه فاميلي ثالثة تمام الآن أنا على سبيل المثال الآن بالعراق عدنا الجدران عرضها يسموها كم 20 20 20 24 24 24 لن فرضنا أنا أريد أشتغل 24 حساني هذا عرض الجدار عرض الجدار إذا أقيسه هذا عرض الجدار 20 20 صح أنا أريد 24 أريد أشتغل طابوك أريد طابوك 24 فرح أختار الجدار هذه من هنا عنده 200 عندي هنا بعطان عندي أيضا موجودة هي عن دفولت موجودة بعض ال التيبز اللي هو أحاطها بس أنا أريد تايب آني أسوي مثل ما يعجبني أما سنهر يعني هو الطابوك ممكن خلي خلي لا تستعجلون علينا قبل ما ندخل لنغير العرض مالا شوفوا هذه اللي على يسار البروبرتز هذه البروبرتز خاصة بالجدار اللي هي مثلا هذي يقل لك اللوكيشن عن اللاين اللي قبل شوير قلناه أنه أكستريرا أو من من السنتر لاين عندك هذا البيس البيس اللي هو القاعدة يعني المحدد القاعدة نحن مو قلنا من لفول 1 إلى لفول 2 هذه البيس وهذه التوب يعني من لفول 1 إلى لفول 2 تمام عند البيس أوف سيت هذه الوف سيت مثلا أنا أريد على سمي مثال سويت حالق بس أريد من البيس شوية فراغ يبطا يعني هس سيدا نروح للثري دي حتى نشوف مثال هذه الثري دي أو خلينا نروح هذه مثلا هس هذا الول راح أختاره إذا أريد عن عن البيس مثلا في الوف سيت 30 سنتيم على سمي مثال راح يسعد 30 سنتيم بس هذا الول بس اللي اخترت عني اللي اخترت عني لأنه هذه الآن اللي مختارها عني اللي جدار لو اخترت هذا الجدار هذه البروبرتيز اللي دايش تغل عليها فقط للول اللي دايش تغل عليها حاليا اللي هو اللي يعني اللي مسوي لسيلكشن اللي مختار اللي تغل عليها هذه مثلا عن الان كونيكتد هذي من اذا تريد عن التوب أوف سيت هذي خلي هذي الروم باوندنج هسا نجيها من لما نجعل هذي الستركترال مهمة في حالة بعض الأحيان أنت هذا الآن هذا الجدار اللي دايش أرسمه شنو معماري هذا لما تروح للتحليل الإنشائي ما يطلع عندك أطلع أصلاً ما يظهر يعني ما يعتبر أصلاً هذا موضوع العرفة بالتحليل الإنشائي يعني تحليل الإنشائي من تروح للتحليل الإنشائي هذا الوال ما يعتبره إنشائي ما بيتحليل يعني ما يسوي له تحليل ما بي لودز ما يشيل لودز وإلى آخر لأنه عبارة عن جدار معماري تمام فإذا تيت تحوله فقط تضغط هذه تحول الجدار تشيلها رجع معماري تمام هذه الابعاد مارتة اللي هي الطول المالة مثلاً 1680 والآخر هي أبعادها فهذه ما ممكن تتغير على اعتبار يسموها dynamic أو variable هذه إحنا سويناها من جرينا بالموس إحنا جرينا فهما ممكن تتغير تتغيرها غيرها من الرسم شو عندنا بعد مهم هذه الأخرى ممكن تضيف لها كومنت أو مارتس هذه خلوها بعدين تمام المهم إنه هذه هي البروبرتيز سرح نشوف هي مهمة في كثير من الأمور هي مهمة طيب لحدنا نحن ما غيرنا السمك نحن الآن تكلمنا عن البروبرتيز يعني مثلاً لو فرضنا أني هذا هذا الجدار رسمته يعني هس رح أرسم جدار جدار ثالث هذه أبقوا يا شوية رح أسوي رح أسوي وأنطي مثلاً يعني فأني أريد أنزله فما أقول أمسح وارسم من جديد فشي سوى أختارها أختارها وأقول لي أنا أصلاً ليفل 1 بيس كونسترينت ماتتي أحتاج إلى التوب كونسترينت انطنياً فقط إلى ليفل 2 أو ليفل 3 أو أو تبار اللي أنا أريد هو أوتوماتيكي ننسل هذه الفائدة من البروبرتيز بعد ما ترسم بعد ما تشغل ممكن تغير على الموضوع تمام؟ خليناً نمسحها هذه واحدة ثم نرجع للموضوعنا المهم الذي هو أريد أن نغير سمك الجدار أختار الـ Edit Type هذه Edit Type الآن سأشتغل على Type وليس على Family إذا أريد أشتغل على Family لازم يعني غير أمر رأس قبل ما أبدأ بأي تغيير هذه Family أو Type هذا الـ Default ما للبرنامج فحتى لا تصبح عندي مشكلة بعد شوية ممكن أحتاجها فش راح أسوي مباشرة أول شيء أبدأ بيه هو الـ Duplicate حتى أسوي Type جديد أنا أريده ما يغير لي بالعصلي واضح الفكرة أنا ما رأي تغير الأصلي العصلي خليه يبقى يعني قالب جديد بالضبط قالب جديد خاص لي القديم خليه يبقى الخاص بالبرنامج فمثلاً أنا راح أسميه أه 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 بالضبط رأي تغير بالعصلي هو طبعاً ما يتغير بالعصلي جداً بس أني بالبروجكت معنا بالبروجكت راح يطير فأني حتى ما أغيرها أختار واحد فش راح أسميه مثلاً سميه بريك اللي هو الطابوك شقيت 24 سنتيمتر طابوك بس طابوك عفونا من الفنشيز يعني سواء من الأكسطير أو من الفنشيز عفونا من العدد أريد أسوي جدار طابوك 24 سنتيمتر فرح أكتب لبريك 24 سنتيمتر راح أقل له أوكي هسه شاء غير راح يتغير على على التيمبليت الجديد اللي أنا سويتها التايب عفونا اللي الجديد هل ينزلوا إياهم؟ بعدين هسرح تشفر عنزلوا إياهم طيب غيرت اسمه من هنا هذي اسمه type شوفوا type الفاميلي الفاميلي أنا ما غيرتها ما أريد أغيرها أنا ردي يظل basic wall الولد الطبيعي ذكروا قبل شاهدتكم families ثلاثة families عندنا بالولد اللي هي قلنا basic وال curtain وال stacked wall تمام فأني خليني بال basic wall ما غيرت تعرفون الفاميلي أنا غيرت شنو؟ type فقط type أجل الآن شقد عرض الحائطاني عندي؟ إذا تشوفون هاي الوث المكتوبة هنا مكتوب 20 20 سلم ما ممكن تغيرها ما تتغير يعني الآن إذا أضغط عليها ما تتغير تمام غير active فاش راح أسوي؟ راح أسوي إدت هذه الإدت الصغيرة تمام وياي الكل وياي تمام هذا السمك راح أسوي thickness راح أسوي مكتوب 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 إذا تذكرون بالبداية قلت لكم نبدأ بالكاتوغري وبعدين الفاميلي وبعدين الكاتوغري مكتوب 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 سأتضغط مكتوب 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 نظر الضوء على البداية بحis مكتوب اهاي الباكاتغيري بس تقف عليها اكو ثلاث نقاط تطلع هذه على اليمين ثلاث نقاط ثلاث نقاط عليها راح تطلع عندك تمام راح اكتب حتى ما اضل الدور راح اكتب بريك توقع اكو شي اسمي بريك هذه البيك الكمون اللي هو الطابق العادل المعروف عند الجميل تمام هذه الابيرانس طبعا ممكن للمتيريارز موجودة بس اكثرها هذا الابيرانس تشوفك هذه الصورة عنها يعني تقول لك راح يكون الشكل ما لك مال الجدار او اي شيء تختاره مال المتيريار راح يكون بهذا الشكل تمام تمام الكمون الكمون تمام كنو وصلنا هاي المرحلة تمام اخترنا نقول له اوكي قلنا له اوكي تمام ننطي اوكي ثانية خلونا بعدنا بس اوكي ثانية خلونا بقى هذا ال جد انظر قلنا اوكي ثانية عوفونا من هذه كلها طبعا هذه كلها ممكن تغيرها وممكن بس احنا ما رح نطلق لها واحد واحد لانه قد تكون حاليا في عملنا غير مهمة امر مهم جدا ممكن انتو تحتاجوا على الباب السرعة اللي هو الكوست الان اذا شفتوا قبل اتذكرون البارحة لما سوينا اول البارحة لما سوينا ما كانت تطلع لها سعار ليش انو احنا للمنطين للتايب مالا انما انت تايب الجدار الجدار التايب مالا ما منطي كوست فهو ما يعرف شو يضع لك كوست فانش راح اقول له راح اقول له هذا الكوست مثلا بايش عندي المترا انيمال الحائط ميتين الف خلي نكتب ما يفرق المهم الوحدة الواحدة بايش الوحدة الان بس طابوك احنا اجدارنا فقط طابوك يعني طابوك وخلي نقول له اسمنتا ورمله وعمله بايش يطلع عندي ميتين دينا ارد طابوك لا لا الوحدة الواحدة سواء يعني سواء مكعف لا لا هو سواء متى احنا المستقبل لما راح نسوي الجدوال لما نسوي الجدوال راح نضع نضربه سواء بالمربع او بالمكعب الحايط لازم على اربع وعشرين اذا بالضبط احنا الحايط راح نسبع متر مكعب الاندي يحسبو صح بالكشوف هادين حسب متر مكعب فباش المتر مكعب يقدر ميتين الف هو انهاءاته هذا هذا انهاءاته فراح ننطيه ميتين الف خلن نحسبه بالدولار للتسهيل خلنسويه ميتين خلنسوي ميتين للتسهيل حتى لا يسرق ارقام عندنا عالية تماما غيرها هذه ايضا ممكن نغيرها بل ارقام وبس يذهبت لسوي очень اهميته بس احنا حاليا اللي يهمنا الكوست مثلا وغيرنا الماتيريال تمام؟ فراح نقلا اوكي راح اخير يقل علينا كنون ما يفرق العفن الآن إذا شوفون بنختار هذا الجدار اللي غيرتها يطلع عندي على اليسار الاسم التايب اللي أنا حطيته اللي هو البرك 24 سنتيمتر بينما لو أختار واحد الثاني هو راح يرجال على الجنر الك اللي هو المئتين سنتيمتر تمام طيب قبل ما نبدل خلوا نروح على ثريدي حتى نشوف شن الفرق إذا شوفون الآن بالثريدي و شوفون الآن توقفوا الأن و توقفوا آخر predator و شيء من المناسب العربية طلعوضا إن مكاننا نظام أيهاب و هل الأحياب و هذه المفكر end المقاعد بدلته وهذا اني ما بدلته. الجدار اللي ما بدلته. انا متعمد ما بدلته حتى نشوف الفرق بين الاثنين. تمام هذا ايضا حتى الماتيريا الماتة. حتى الماتيريا الماتة صارت طابوك. خلي نرجع نغير البقية. نرجع غير البقية. نختارهم. اكو موضوع جدا مهم بالاختيار. وياي شوية جدا مهم هذا بالاختيار. انا اريد اختار كله الوولز ما اريد اختار اللي خلي نقول اللي يمكن كويه هذا الوول. فمجرد ما احط الماوس فوقها شوف راح اختاره بس هو. اريد اختار الوولز البقية. ممكن اللي ذكروني يقولون عليها سيليكت كل استانسز هذي. او ممكن بنفس الوقت قبل ما اختاره بعدني مخلي الماوس ادوس التاب. شوفوا شو كتب جوه على اليسار. تشين او فولز او لينز. ذكرون تشين لما نسوي الجدار. فاللي مرسومه بنفس التشين يختارها كلها مرة واحدة. قبل ما اختار. قبل ما تختار شوفها سوا كلا صارت زرق عندي معرفة تشوفوها او لا. لما اخلي الماوس. حسا بس اللي علي اليسار. لما ادوس التاب. كل التشين صارت. اختارها. حلي اليسار من هذه المالة التايب. اشوف مين اللي سوينا. راح تلقو موجود. البرك الاربع وعشرين سانتيمتر. نختار. اي. تاب بالكيبورد. التاب بالكيبورد. ها تاب بالكيبورد. هذي الان هس تشوفو اللي اذا سوينا راح نسوي الارضية. من نسوي الارضية. الارضية ما راح تظهر عندك لانه صارت الحيط فوقها. فشون تختارها للتسهيل ايضا نفس الحالة. تحط الماوس. وتاخذ تاب. سوت شين كلها تقل تختارها. تختار بعدين تطابوك حتى نغير كل حيط وطابوك. صار عندي هسا الحيط 24 سانتيمتر. اختار ويال حاق تسويناها قبلها محاق. ما مشكلة راح تغير. تتيني نفس الشي. اختار ويالتاب نختار غير. تدوس عاد بالماوس. تدوس. بالماوس اللي كليك لليسار. تختار. الان اذا نروح لثري دي راح نشوفه كلها صار طابوك. كل. خلي الماوس بس خلي واقفة فوق الحيط. بس واقفة فوق الجدار. شوف استاذي انت خلي الماوس. خلي الماوس دوس طاب. دوس طاب ما تروح عنا ما تروح. ما نضغط. ما نضغط. ما نضغط. قبل ما نضغط. بس وياي كلكم حتى نشتغل عليها قبل ما نضغط. وياي. احطوا الماوس على الجدار. ادوس الطاب. هزا كلها صارت زرقية. ما عرف تبين يومكم باللداتة شو أولا. كلها صارت زرقية. ادوس بالماوس. راح يختارون كل. احنا بالمرة الاولى ما نضغط الماوس بس نخلي فوقها. ما نضغط. لا لا ما نضغط. بس خلي فوق الجدار. يعني نسوي هوفر يسمو بالانجليزي. استاذي نسوي هوفر بس نجيب الماوس فوق الحيط بس نجيبها ما نختار. ما نضغط. دوس الطاب. لا بس دوسه مرة واحدة. صارت كلها زرقية. دوسوا كليك. بالماوس. انت بستعصدني. تمام. تمام. هاي حولنا كلنا الابريكار رواشنين. سونا كلها طابوك. خير ان شاء الله. خلينا نقطع بالداخل. تطلعت عندي بالداخل. ها. ما اختار والله. وراء ما تختار استاذ. بعد ما تختار نسوي سيلاكشين. المفروض عليها سار من هنا. تختارها تختار تاي بلا تريدها. من المفروض انت اذا سيبني انت قبل شوية سويت دبليكات يا انا سويت الدبليكات. ها. تمام. كنا وصلنا هاي المرحلة. تمام. خلينا نقطع شوي سريع. هاي تأكد من عندها نقل لفول 1 الى لفول 2. ها. هذي اللي بالداخل. بعد انت بكيفك شون يعجبك مثلا تدل. تخلي تده بالسنتر. غير شي. هسا نشوف راح ناخد الان جدار يسمون يعني الملتي لاير. يعني الحائط اللي بيه مثلا طابوك وبيفنش اكسترير فنش. هذي راح نشوف حتى الكور واحد والامور واحد هسا راح نجيها. بس خلي نقطع حاليا. وان. هذا الان التقطيع مثلا انا شو 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 شو. بالكونترول اضيف اذا اريد مثلا. اذا اريد اضيف باضافة بالكونترول. انا مساوي سيلكت لأول واحد. اريد اضيف حاليا سيلكت اخر. اضل دايس الكنترول. هذي وياي. شو اعيدكم يا انا اريد اختار هذه الجدارين بس. ممكن اختارهم بهذا الاسلوب. تمام. ممكن اضغط على الاول. اضغط على الكنترول. بالكيبورد. واضغط على الثاني. سيختارهم الثاني. واحولهم. دورك هذا يعني. بس بالموثنة. ايه طبعا ايه. ايه طبعا ايه. يختاروا ايه. هسا هواني ليش. انا اريد هذا اتطرق لها. انا اصلا رسمت. قطعت هذه. الان اكون موضوع ايضا جدا مهم. انا اريد ان اصل للفلاور بعدين نجيها. يفضل. خليها يفضل. الان مثلا على سبيل المثال. هذا الجدار اللي بالداخل. اعرفنا الان شون غير المتيريال صح ولا لا. اعرفنا شون غير المتيريال. طيب. الان هذا الجدار انا عندي طبقة وحدة. بالجدار هاو. بس الطابوك. بس انا بالواقع. مع الجدار مالي مبس طابوك. الجدار مالي بانهاءات من الداخل ومن الخارج. وبيه مثلا عازل ومعازل و الى اخره. حتى اضيف هذا. حتى اضيف الطبقات. او اغير الجدار. نفس الشيء. اختار جدار من الجدارات. اذهب على ال ادت تايب. على ال ادت تايب. واسو ايضا دبل كيت. شو رح اسمي لهذا. مثلا شو يريد نحطه احنا بالجدار. يعني الجدار مان العرض ماله الدفلت. كله كامل بعد الانهاءات اقصد. يعني اذا تحطنا من الداخل. اذا تحطنا من الداخل بياض مثلا فد ثلاث سنتيمات. ثلاث سنتيمات. جز صبورك. حط لها سنتيمات فد لابوك مثلا. حيث المثال. خمسة. قل ستة. ثلاثة. 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 يصير ثلاثين سنتيمات في الجدار. فرح اقول بريك ثلاثين سنتيم. على اعتبار انه بريك الكور ماله بريك. يعني الطابق هو الكور ماله الداخل. فش راح اسوي. ها راح احط لها ايضا ايضا. ايش قد البلا الانسوليشين الموجود هنا. ها. خلي نحط له مثلا خمسة سنتيمات عزل. مثلا. ها. لا بس من الداخل من الخارج. من الخارج خلي حط لها ايضا خمسة سنتيمات. راح اصبح عندي خمسة وثلاثة. فرح اقول خمسة وثلاثين سنتيماتر. طبام. نحن لحد الان سوينا خمسة وثلاثين. بس السيدة اروح ارسم. هو نفسه بعد العشرين ما غيرنا بالستركشور ما على الحال. فرح اصوي ادت للستركشور. راح اصوي ادت. نوسيقى ادت. ايه. الادت هذي. الطيب. اتطلق. هذي يعني المشور ما للتجدار. ما للجدار. راح اصبال انها ادت. تمام الكلويا يب هاي المرحلة احد مرضا. حتى لن. تمام. هسا الان اريد اضيف طبقة اخرى. هسا اني عندي اذا شوفون. هذي فقط الستركشور ماس وحدا. الهي 24 سانتيم فقط فاش رح سمي انسيرت هذي الانسيرت اللي على اليسار صارت عندي انسيرت تمام الآن خلنا نتخيل الحائط كالتالي هو معطيك تخيل يقول لك هذا الاكستيرير سايت هذا الاكستيرير سايت من فوق ومن جوه هو الاكستيرير سايت يعني اذا تحط طبقه فوق رح تسير باتجاه الخارج واذا تحط طبقه جوه رح تسير باتجاه الداخل تمام فاني هل سبب دين عندي هذه الستركتر راح اسويها اخليها مثلا شوفوا هذه الاب والداون هذه اذا تشوفوها هذه الكور باوندري الكور الكور يعني نواة الحائط فانحنا النواة خلينا نخليها فقط الطابوك النواة مالحا يدخن خليه فقط الطابوك اللي هو هذا فش راح تسوي راح تدوس اب بعض الستركتر اللي سويتها انا الجديدة حتى اصعدها فوق تمام وياي وصلنا هالمرحلة اعيد انا هذي اللي عندي الان يشوفوها هي الكور باوندري هي كور باوندري شاكوا بالنص واحد اللي هو بريك احنا اختار اينا راح اضيف اريد اضيف طبقه اخر ؟ راح اقول لها ان استط... اضافت عندي هذي الطبقة اللي ما بها ثكمي سبعد لحد الان فاني مختارها و اريد اقول له هذه الطبقة ظل عليها على الفر الحل هذي اكل حصور الاخل يلي وايه هو نواة الحاوي هذي فنش فراح اقل لأب شوف صعدة فوق الكور هذا الاكستيرير سايت وهذا الانتيرير سايت فاني هاي الطبقة الان بما انه صعدتها فوق هي صارت باتجاه الاكستيرير طيب بعدني من خبض الخارج احتاج طبقة ثانية الان صار عندي الاكستيرير هذا خلعت تبره العازل مثلا راح اجيبها سوي انسيرت طبقة اخرى صار عندي اثنين من الفنكشن اذا تشوفون الفنكشن اللي عليها سار هذه الفنكشن راح اختار من عندها مثلا على سبيل المثال هذه الطبقة الاخيرة النهائية الفنش الاخير صح هذه اللي هي اخر طبقة راح اسويها فنش هذه اخر طبقة يعني انا كأنه الان دا انظر على الحيط من هذا الاتجاه يعني من فوق جوا فاول طبقة راح اصطن به هي الفنش وان اللي هو مثلا شنو اه قلنا مثلا لبخ على سبيل المثال اللبخ شقد ننطي ثلاثة سنتيم ثلاثة سنتيم تمام ثلاثة سنتيم خلونا 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 نروح على الكاتيجوري الكاتيجوري هذي كمال شنو قلنا على الماتيريال عفا ما الماتيريال الآن انا راح يسير عندي لبخ لبخ كونكريت اخل كونكريت يعني فراح اسميه على سبيل المثال مثلا انا للتسهيل طبعا ممكن احنا ممكن ايضا نضيف ماتيريال ممكن اه كلها ممكن تسويها فاني على التسهيل راح اسميها كونكريت تمام اكتب كونكريت اه فمثلا هذي المثال اللي هو الطابوك فاللايت ويت راح انطيه كونكريت لايت ويت مثلا كونكريت اللايت حسا الان دا امطيها عن الماتيريال هذا اللبخ لبخ لبرا شنو راح انطيه كونكريت لايت ويت يعني خفيف الوزن طبعا هو مو هذي الماتيريال مالتا لان هو الماتيريال مالتا اصلا مو كونكريت بلاسترينج يسموها بس احنا راح نخليها كونكريت حاليا خلي هذا الماتيريال حتى يظهر عندي من الخارج انا مسوي كونكريت لا أبقى كونكريت اختارها دبع اوكي كنا اخترنا كونكريت ها لير ما مشكلة اي كونكريت اي كونكريت احنا نعمل الشكل اي ستوين وتقفتي انا يعني هنا بعدنا هذي هذي سويتين هذي سويتين هذي سويتين تمام نروح على ونقلل نضيف طبقتين مولا واحدة نضيف طبقتين هذي الطبقتين راح اصعدهم فوق نختارها ننقل الثاني ايضا نختارها ونقلها صارت عني اثنين ايه استعب دلب وياها بالله حتى تمام احنا وصلنا هذي سويناها فنش وان او فنش تو ما هكو مشكلة يعني انه هذي انهاءات خلي نسميها تمام اه انطيناها ثلاثة سنتيمتر تكنيس انطيناها متيريال اه كونكليت لايتويتل على التعيين تمام الان نجي على الطبقة اللي بعدها ثلاثة سنتيمتر واللي احنا الوحدات بالسنتيمتر حسب اه الان هذي ننطيها مثلا الثيرمال او الآيرلير اللي هو العزل اللي خلنا نسميه احنا طبعا هذي ليش مهمة ممكن انا حتى هذي ممكن اكتبها الان ستركتر تمام او ممكن اخليها فنش بس هذي اللي يروح امور متقدمة مثلا انيرجي اناليسيس يعني امور الطاقة والانبعاثات وغيرها هذي يحتاجها لانه كل لير يعني الى خصوصية معينة بالضبط طبعا بالضبط يأثر بالضبط انا اخذنا ثيرمل او اير لير اه ننطي مثلا اه خلنا نشوف شوك عدنا متيني يلا بالبدايه اه راح اقل له انسوليشن انسوليشن صح ولا لا اكو هذا البوليسونيكيتي سموه بالاه مثلا هذا الوردي واحد من العوازل ذا هاذا ما اعرفان احنا بتركياه استخدموه خمسه سانتم مو حمسه سانتم مو خمسي سانتم مو خمسه سانتم مو هذا الول tomato versARK صح ican そして في سfer 2 دiktور Evolution اه انت بس يكتب انسوليشن وهذه Ikin insulation وي angesبت لك كل عوازل اللي اللي.. اكثر من نوع يعني انواع انواع يعني ما يكن مشكلة الطبقة اللي انت تريدها يعني لا بلايوود هذا خشب هذا ارضية بعدين هسن نجي بلايوود هذا 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 اخترت عني انتو بس تكتب فوق الانسوليشن هذي فوق تكتب انسوليشن هذي فوق تكتب انسوليشن هذي على اليسار اللي ما عنده هذي اللي ما عنده هذي ما طالعه لهذا هذي ما موجوده فبس يضغط على هذي الاسهم ثلاثة تطلع عنده بعيد من يبحث تطلع بهذي هذي المكتب الفوق هذي المضافة للبرنامج هذي غير مضافة للبروجيكت عفونا وليسي البرنامج يا هيا اللي عنده عشرين لازم تطلع ساخر طالت النت نكتب انسوليشن طيب هذي طلعت عندكم هذي هذي النافذة طلعت هذي النافذة هذي موجودة ضغط عليها هذي طلعات كبرات ما مشكلة حتى اذا على صفحة سحبها من هنا طلع على صفحة سحبها مو مشكلة هذي المهم يطلع عندك ولا لا احنا الان بدينا من فوق اخذنا الاكستيريار حطينا ثلاثة سانتيمتر اللبوخ خلي نسمي وخمسة سانتيمتر العزل حراري واربع عشرين الكور اللي هو الطابوك الان نجي من الداخل اللي عندنا خلي نعتبر الجس والبياض واحد حتى لا نظل نضيف طبقات فراح ننسوي ايضا ناخذ هذي مثلا ونقول لها انسيرت هذي الطبقة اللي نضافت نقول لها الان داون وننزلها اخر شي نسوي لها داون ننزلها اخر شي الجديدة طبقات الجديدة اه راح نسويها فنش فنش وان او فنش تو على اعتبار انه هي انهاء اه كنا ننطيها ثلاثة سانتيمتر الان نروح على الماتيريال ايضا راح نختار هالمرة الجيبسم بورد على اعتبار نو هي اه ممكن انت يعني تقول انا مثلا انا دا اسوي مثلا الجبس واحد البلاسترينج واحد يعني خلي نقول الجس واحد والبياض واحد هذي يعني تبقى اليك احنا مبدأين خلي نعتبرها جيبسم بورد جيبسم والبورد اللي هو يعني نجيبسم بورد احنا نسميه هنا تمام خلي نعتبر اللي هو يعني قلنا الجسر بيال طبقه واحدة ثلاثة سانتيمتر فرح نختارها ونقل له اوكي تمام الان الكل وصل لها المرحلة ما مشكلة نرجع نسويها فقط نقول اوكي بعد الاوكي اختلفة طبعا عندنا الان اذا تشوفون الان العرض سمك الجدار الوث صار 35 تمام فالان عندك واحدة من الطبقات نقص معناها عندك اربعة سانتيم نقص بالموضوع اخاف ما انتهتك اذا تشوفون هذه الامور اللي هي جدا مهم هذه حسبها هو اوتوماتيكين على ضوء الماتيريالز اللي هو الخاصة باللي هي ترانسفير والثيرمال هذه حسب اوتوماتيكين على ضوء الماتيريالز اللي موجودة الكوست الان ما راح اسوي ميتين الكوست شقد راح اسوي هذا الكوست مالا شقد صار 300 دولار خلانسوي ويا انهاءات ما انهاءات كاملة حتى ويا الصبغ حتى نحسبه تمام الآن اذا تشوفون هذا الجدار صار عندي جدار شوي سمكة اكبر اذا نروح على الثري دي نشوفه شوفوا هذا من الداخل عفوا من الخارج هذي نعتبرها هذه الآن الخارج ماتة اللي هي شنو قلناها سويناها احنا سويناها لبخ او كونكريت يعني خلينا نعتبرها كونكريت اذا افره بالعكس حتى اشوفه من الداخل من الداخل احنا شغطة اخترنا بالعكس الآن صار عندنا صار عندنا صائدنا Shield Still بالضبط هذا الخارج مال الجدار صار عندig الان ماذا هذا الخارج يعني الان اللبخ اللبخ الآن مجدار مغلوب اصلا انا هذا الجدار المفروض احط له من 100 حتين نجيب سنبورد على اعتبار انه هذا الجدار داخلي. بس احنا فشين سوي الآن مثلا اريد احويل عالجدار الخارجي اختار الجدار الخارجي او قبل ما اختاره اخلي الماوس عليه و ادوس التاب راح اختار كل الشين راح اقل له اوكي راح اختار الخمسة وثلاثة الان صار عندي خمسة وثلاثة الان هذا صح من الخارج تمام تمام احنا سوينا الان صار عندي خمسة وثلاثة الان هذا جدار داخلي جدار داخلي مفروضان من الصبحتين عندي بجيب سن بورد يعني جدار داخلي من الصبحتين بيض فحتى اختار انا اريد حول الان جدارة خارجية نفس الحالة اختارهم بالتاب اخلي الماوس فوق اختارهم كلهم واحولهم الى خمسة وثلاثة الان هذا سوف تكميها خطوطين حتى تفهمون ماذا يصير بالموضوع تمام هسا الجدار صار عندي كل جدار خمسة وثلاثة الان هو والابخة وعزلة والطابوك مالا والجس والبوري صار عندي جدار كامل الداخلي دكتور نقلي على الاربع عشرين وانا نقلي على الاربع عشرين هذه اذا ردنا نشوف الطبقات شون العفو سيد العفو دكتور الداخلي اي اي الداخلي حاليا نقلي احنا بس اه ردنا حتى نشوف الاربع عشرين احد ما وصلها صار عندنا خمسة وثلاثين ولا ما صار صار عندك الجدار الخمسة وثلاثين بعد ما عندك مشكلة اي واحد تختاره تروح على تايبس نلفع على اليسار وتختاره سيتحول عندك تمام طيب حتى اشوف الطبقات اي دتي تختار انكلين للسهولة تخلي ما اشوف الاربع واحد من يعدين كل الاربع اللي ارسلناها بالبداية واحدة ايختارها تمام طيب الان اذا تشوفون راح اكوميني قول مثلا الان الطبقات الان ما اشوفها حتى اذا تنطي فاين الان ما اشوف الطبقات طبعا هو ما ينطيك ما يشوفك الطبقات حتى بالرسم يعني خلال العملية الرسم انت ما نصر عندك مشاكل فاذا تدي تشوف الطبقات لاجل العرض فش تسوي تدوس على هاي تقيلة create parts شوف راح يطلل لك الطبقات اي الطبقات بعد ما تختارها بعد ما تختارها احنا الان لا تسوها فقط حتى اشوفكم انا اللي صار انت ما راح تحتاجها بعد ما تختارها بالموديفاي هذه الى create parts هفر بلي create create parts اه 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 اð ايه اظن سوف اعف هذا الموضوع حتى سماء كريات بارت هيا بس رتشوفكم الطبقات الآن خلي نروح الآن هذا الجدار هذين الاثنين هيا الاثنين الجدارين راح نقدر نسوي لهن نقدر نسوي لهن خلي نقول من الصبحتين جيب سنبر فالمفروض الآن ما عندنا مشكلة بس احنا للسرعة حتى ننتقى على موضوع ثاني هذي يكونها الجدران الداخلية راح نسويها طابق حاليا حتى نشتغل حتى نروح على غير موضوع الموضوع قصد الموضوع مالجدار الآن صارت عدكم بيعني بخير الثلاثنين على الداخلي على اعتبار انه سنتو داتي تغير الداخلي هذه عائدة لكم الآن نكمل البلان مالتنا نختار الوال راح نشتغل على الاربع وعشرين مش لدي نسوي مثلين قلنا هذي غرفة مثلين لا فاونديشن لا فاونديشن واحدة ذاكي لا فاونديشن الان فقط المعماري بلان معماري تمام خلين نكمل الوالس خلين نسوي طبعا هذا المخطط يعني لا على التعين هنعتبر هذي غرفة نوم مثلا اريد نضيف البوب حتى اكون شغلة خلين نقول هنا مثلا راح يصير عدة درج هذي غرفة ما عرف ايش شفت استادة براء بالنسبة للقل شيء سألتنا عن سبيس هذا الموضوع ما تدوس السبيس يغير لك الان عندك مثلا حايترسمته هيتش ممكن الجدار الاكستريار والاكستريار راح يختلف فهذا الموضوع ما اتجاه الرسم حتى لما ترسم انت وين تبدي وين تنتهي فلازم ايضا تنتبه على هذا الموضوع لانه انت لما سويت جدار شفت قبل شوية مثلا صار عندنا صار عندنا بالعكس انقلب فهذا الموضوع لازم ننتبه عليه واذا تتغير التجاه ما لا شوف استادي هذي شوف هذي السهمين المتعاكسة من عدا تغير التجاه تقلبها تمام اه فخلي نسوي مخطط والله ما اعرف هذا شنو المخطط الصاريش بس ما غير هذي خلي نسويها معرفة حمام مثلا ما اعتبره وعضا مطبخ مطبخ